انعكاسات سلبية دولية لصورة العراق ومحلية لأمنه بفعل السلاح منفلت خصوصا أن بعض الجهات الحزبية تستغل هذه الفجوة كي تنفذ مآربها السياسية في البداية هو واجب على القوة السياسية تأسيس إلى مرحلة سياسية تختلف عن المراحل السابقة وربما الحاجة الضرورية المهمة أنها تبني في مجال التنمية السياسية والاقتصادية والأمنية وضرورة تفعيل الدور الأمني المستقر وحتى يكون هناك بعد كل البعد عن استخدام أو تواجد أي أسلحة خارج نطاق صلاحية الدولة العراقية انعكاس السلاح المنفلت بالدرجة الأساس يكون على الاقتصاد العراقي وعلى التنمية الاقتصادية رأس المالي يحتاج لبيئة آمنة والمستثمر لا يرمي رأس ماله في بلد تكثر فيه الجهات العسكرية خارج الأطر القانونية وجود مجتمع متعسكر وجود سلاح من فلد رأس المال بحد ذاته هو جبان لا يحب المجازف والمخاطر يحاول أن يستثمر بالبيئة المستقرة وجود هذا السلاح وجود هذه البيئة وجود عسكرة المجتمع توجه بعض القوى السياسية وبعض المسلحين لحمل السلاح داخل العراق يؤثر على الاقتصاد ويؤثر على استثمار ويؤثر على جذب الاستثمارات الخارجية بل حل وحتى رؤوس الأمار الداخلية تبدأ تخرج من العراق أي احتدام سياسي يحدث تلجأ الأحزاب السياسية إلى استخدام سلاحها لإنشاء آلية ضغط تسعى من خلالها تمرير أوراقها وهو ما يجب إنهاؤه في المرحلة السياسية الجديدة أولى خطوات الحكومة المقبلة تشريعيا وتنفيذيا بحسب خبراء يجب أن تكون باتجاه حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء عسكرة الشارع حتى تحدث تنمية اقتصادية وجذب للاستثمار الأجنبي من بغداد محمد فراس قناة التغيير